بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات ورحمة الله تعالى وبركاته السلام على الشهداء الأبرار السلام على رموزنا في السجون السلام على الحرائر المعتقلات والمغيبات خلف القضبان السلام على أسر الشهداء السلام على شبابنا المطارد المضحي إخوتي الكرام في هذا التجمع المبارك أحببت أن أركز على عدة نقاط مهمة وهي كالآتي أولا في ظل الفشل الواضح والجلي لانتخابات مجلس الدكتاتور حمد الصورية فإننا وبكل قوة ندعو للمشاركة والتصويت بنعم للاستفتاء الشعبي لتقرير المصير وإن هذا الاستفتاء هو منكم وإليكم وهو محطة بارزة من محطات نضال شعبنا ضد هذا النظام المتجبر المستبد ثانيا لابد من أن تكون لنا وقفة سريعة ومبادرة حاسمة مما يقوم به العتوب حيث يعتقلون النساء العفيفات الشريفات في منتصف الليل من بيوتهن لابد أن نستنهض العزائم ولابد أن تعمل كل القوى الحية والمعارضة لهذا النظام المجرم من أجل تحرير حرائرنا الكريمات من براثن السجون ومن أيدي المعذبين والقتلة فلابد أن نستنهض أنفسنا أولا ثم نستنهض الناس بالنهوض والتضامن والمطالبة الفورية بإطلاق صراح جميع الحرائر من السجون الخليفية لقد زاد عددهن إلى 14 من النساء العفيفات ولا يمكن السكوت على مس الأعراض وعلى هذا التعدي السافر من النظام الخليفي ثالثا لا بد من تفعيل الأصيان بكل أشكاله المشروعة في يومي الانتخابات ولا بد من أن ينجح أصيان الحرية بكل قوة لا بد من أن تتعطل الحياة لا بد من أن يشعر الجميع بأن هذا النظام لن ينجح في هذه الانتخابات الصورية وبأن ثمت معتقلين خلف القضبان هناك ما يزيد على الأربعة آلاف معتقل ولا بد من صرخة ولا بد من نهضة ولا بد من مبادرة ووثبة في يومه أصيان الحرية إن شاء الله لا يفوتني أن أتذكر أن عوائل الشهداء يتعرضون في هذه الأيام إلى أبشع استهداف وقد غيب الحاج سعيد والد الشهيد السيد هاشم وهو أحد الذين كنت أستلهم منهم الصبر والثبات والصمود والعمل إلى جنبي العديد من أسر الشهداء الذين لاحقتهم أيدي الجلادين الخليفيين ولا بد من أن نتذكرهم أيضا وأن نبارز هذا العدو الخليفي بكل السبول المشروعة من أجل تخليص المعتقلين والرموز والأطباء والمعلمين من السجون أن نصر لكم يا شعبنا الأبي والحرية لحرائرنا الشريفات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته